اشتركوا في القناة الحقيقة ان معظمنا بيهمل في نفسه مش بيهتم يعمل تحاليل يتطمن على حالته الصحية مع ان معظم الامراض لو اكتشفناها بدري ممكن بيكون علاجها اسهل بكتير من احنا نتأخر ونهمل في نفسها فان شاء الله النهاردة هيكون اول سؤال للدكتورة ايه هي الاختبارات الكاشف الدولي المبكر للامراض او بمعنى تاني اقرب شوية ولا قلت لحضرتك علي قبل الهواء ان شاء الله يعني ممكن اعمل تحاليل ايه تبيل دي احتمالية اصابتي باي مرض عشان الحق الدنيا بدري لو في مشكلة اتفضلي حضرتك اهلا وسهلا اهلا وسهلا بحضرتك هو انا هتكلم عن تحاليل الكاشف الدولي المبكر بصورة عامة وبعد كده نبدأ نتكلم عليها بصورة خاصة تمام فهي بصورة عامة كاشف الدوري المبكر ده بيبقى واحد جاي صحيح تماما او عنده تاريخ مرضي في العيلة او كان عنده مرض وخف منه وبيحتاج يعمل ايه كاشف دوري يعني بصورة منتظمة طب وليه مبكر مبكر عشان هو بيكون صحيح ما عندهش اي حاجة مش حاسس باي حاجة هو بس مجرد ان احنا مبكر عشان بنمنع تقدم المرض من مرحلة الى اخرى تقدم مرض من مرحلة الى اخرى ده قد تكون الاعراض مؤلمة او يكون العلاج يعني صعب جدا مثلا يعني يكون العلاج صعب او بالزبط بس فعشان كده منحب نعمل تحاليل الكاشف الدوري المبكر عن الامراض اصلا حقيقي ان احنا لما نروح بكامل صحتنا نلحق المشكلة قبل ما تحصل بالزبط لو ما اكتشفني هاش بدري ساعتها بتكون الاضرار اكتر بالنسبة للفرد ده كوازفته في الاسرة او في المجتمع بطول المدة المرض عنده يعني لو المرض اخد وقت طويل ممكن يأثر عليه بالزبط فحنا مبدئيا بنروح الاول نعمل تحاليل اللي هي الكاشف المبكر او اختبارات الكاشف الدوري المبكر بالزبط طب ايه الفرق بينها يا دكتورة وبين الاختبارات العادية اللي احنا بنروح نعمل تحاليل تشخصية عادية طيب ده سؤال مهم جدا اختبارات الكاشف الدوري المبكر ده احنا بنعملها زي ما قلنا دول الناس يعني بيشعروا ان هم كويسين خلاص امال هي بتقمعمولة ليه للحد من خطر الاصابة بالمرض ان انا بحاول اقلل ان ايه ان الانسان ده يا اما يحصله المرض او لو حصله يكتشفه ايه بدري قبل ما يتطور معي لكن التحاليل التشخصية دي بتكون ده واحد لا حاسس بيشعر بحالة مرضية او باعراض للمرض وبيروح خلاص يعمل التحاليل المتخصصة في الحالة بتاعته مش كشف دوري عام مثلا عنده سكر فبيروح للسكر حامل مثلا بتروح تحاليلها بالزبط حسب الحالة بالزبط حسب الحالة المرضية اللي هو بيشعر بيها بيبدأ بيعمل ايه التحاليل التشخصية وعايز اضيف نقطة كمان ان التحاليل الكشف الدوري المبكر ما بتديش اجابة بيقين نعم او لا يعني ما اقدرش اقوله انت هيجي لك المرض او مش هيجي لك لكن اقدر اقوله ان انت عندك علامة خطر بالزبط العلامة الخطر دي بقدر اقسم بيها بقدر ايسها خلاص واقدر اقسم بيها الاشخاص او او كلنا يعني ما هنعمل كشف دوري مبكر اقسم الى مخاطر عالية ومخاطر منخافضة مخاطر عالية ده يعني انا هقوله انت كل فترة زمنية قصيرة هتيجي تتابع او هبدأ اعلم عيب ايه بالتحاليل ايه التشخص او تكون اكتر تخصص هي المفروض انا اعمل تحاليل دي كل ادية دكتورة لو انا ما عنديش اي مشكلة سنة كل سنة برا بيعملوها على طول منتظمين كل سنة بالزبط ما بحدش بيتأخر عنها لا طبعا بالزبط نقطة تانية بس احب اقضفها ان هي التحاليل للكشف الدوري المبكر دي يعني مش احنا اللي حطينها مش انا اللي حطاها لأ دي بتبقى منظمات صحية عالمية بتحط توصيات التوصيات دي احنا كده جادرة بنمشي عليها بتقول ان والله احنا شايفين ان تحاليل للكشف الدوري مبكر تكون بالصورة الفلانية لان هي دي اللي بتحدد مين اللي هيستفيد العلاج هيكون ازاي مدى دقة الاختبارات دي فايزا هي يعني دي محطوطة تبقى لتوصيات صحية مواصفات صحية عالمية بالزبط طيب ايه اللي هيخبرنا بيك الكشف الدوري يعني هيقول لي ايه بالزبط غير ان انا مثلا احتمال يكون عندي واحتمال لا ما احنا بالزبط زي ما قلتلك مين اللي هيستفيد بالزبط هيقول لك مين اللي هيستفيد العلاج هيكون ازاي طيب طيب بالنسبة لاختبارات العادية التانية التحاليل العادية اللي هو لو انا عندي مثلا كلسترول مثلا المفروض ان انا اروح كل قد ايه احلل طيب ده سؤال برضو مهم جدا او نقطة مهمة حب اتكلم عليها بالزات اللي هو تحاليل او الكشف الدوري عن مرض او عن الكوليسترول الزائد الوراثي الكوليسترول الزائد الوراثي ده بيهمني جدا احدد من الاشخاص دول لان دول نسبتهم علي جدا في المجتمع يعني واحد من كل 500 واحد هي عنده زيادة في الكوليسترول الوراثي ناصر وده بيهمني برضو ان انا اعمله مبكر قبل ما يبدأ الكوليسترول ده يتصلب او هيبقى سيد فيبدأ يترسب في الشرايين وممكن يعمل تصلب للشرايين ويبدأ يأثر على يعني اعضاء كتير جدا في الجسم اختارها القلب بالزبط طيب بالنسبة لتحاليل او لاختبارات الكشف الدوري المبكر بتاعة الكوليسترول الزائد الوراثي ده احنا بنعمله يعني بطريقة كده او هو التوصيات العالمية الجديدة دلوقتي بتقول ان احنا بنعمله سكور يعني بنحط سكور كده وبنبدأ نحط في السكور ده نقط معينة هقولها يعني دلوقتي النقطة الاولانية ان انا بقيس للشخص ده او دينا كلنا بنقيس الكوليسترول بتاعنا ده لو طلع اكتر من 280 ده بياخد نقطة بعد كده ببدأ اشوف مركبات الكوليسترول ده من ضمنها يعني المركب اللي هو بيسموه العامة كوليسترول الضار ده لو اكتر من 180 ده بياخد نقطة تانية في السكور بتاعنا النقطة التالتة ان انا ابدأ اشوف اي علامات من علامات زيادة الكوليسترول في الجسم زي مثلا الاقيه على ظهر الايد كده بتبقى زي كياس دهنية دي بتبقى علامة مهمة جدا ان هو عالي لا ان هو عنده كوليسترول الزائد الوراثي لان زي ما قلت لك دي نسبة كبيرة في المجتمع رابع نقطة ان احنا نبدأ نسأل هل في طب معلش دكتورة بعد اذنك هنطلع فاصل انا نتفضل اتفضل حدويتك اتفضل اهلا بكم مرة تانية ولسه منورانا دكتورة ردوة ولسه بنتكلم برضو في قصة الكوليسترول مريضه الكوليسترول اللي لسه معرفش انه عنده لا معرفش راح يعمل كشف دوري اه حقيق حقيق تكملي معليش زي ما قلنا هو بيعمل كشف دوري مبكر بنعمله احنا بقى يعني او في المعمل او كده بيعمل بيدي زي سكور بنقول بنقيس الكوليسترول ده خلاص مايعرف شوه راح يعمل كشف دوري مبكر لهنا الكوليسترول بتاعه عدى علامة الخطر اللي هي 280 احنا قلنا زي ما قلنا كشف دوري مبكر بيدي علامات خطر عدى علامة الخطر هبدأ اقول لا نعمل الكوليسترول اللي هو الضار او ده مركب من مركبات الكوليسترول بنعمله وقلنا تاني ده بياخد برضو علامة او بياخد رقم وبعدين بنقول بنلاقي علامة من علامات زيادة الكوليسترول في الجسم زي ان هو يكون مترصب في بعض الاماكن يعني بالزر تلت رابع حاجة ان احنا بنسأله هل عندك قريب من الدرجة الاولى جاله مرض في القلب قبل 60 سنة ايه او قريب من الدرجة التانية جاله مرض في القلب قبل 50 سنة ده برضو مرض ولا كوليسترول بس لا مرض في القلب مرض يعني اعتمام ده بياخد عندنا برضو سكور وبنبدأ نحط نجمع العلامات دي كلها ونقول له والله انت مثلا لايكلي او يعني عندك احتمال كبير جدا ان يكون فيه كوليسترول الزائد الوراسي او لا احنا بنستبيدك من الكوليسترول الزائد الوراسي بس وبيبدأ بقى لو لقينا كده طبعا بيتحول على الطبيب المختص بقى اللي بيبدأ يدينه عليك عليك بدري بدري قبل ما المشكلة يعمل برضو ننصحه بان هو يعمل رسم قلب برضو ننصحه مثلا هو لو مدخن يبطل يمشي بعد نظام غذائي يمشي على نظام أدوية زي ما الدكتور بيحر بس ده بيبقى في الكبار اللي هم اكتر من 16 سنة ايه لو يعني ده اكتر من 16 سنة هو رايح يعمل كشف دوري مبكر ولقى علامات الخطر اللي احنا تكلمين عليها ايه لو اقل من 16 سنة من سنة 10 سنين هي بقى بتبقى دكتورة الاطفال شايفة يعني او هي بقى اللي بتكون محولة اذا كان محتاج او لا هي اللي بتحد طيب نتنقل المجموعة تانية من الناس برضو المفروض انها بتعمل تحليل على طول اللي هم الحوامل حيك بقى تكلمين عن التحليل الخاصة بالحوامل طيب الحوامل بقى انا بحب قسمهم او يعني احنا بنحب نقسمهم يعني مرحلتين المرحلة الاولى اللي هي في بداية الحمل بالزبط في الشهور الاولانية من الحمل بنحب ان هي تعمل اول حاجة تعملها اللي هي تشوف هل في فقر دم ولا لا او الانيميا بالزبط بتعمل تحليل همجلوبين خلاص وبنبدأ نشوف يعني برضو بيبقى فيها علامة خطر اللي هو 11 رقم 11 ده بنسبلنا لو اقل منه بنبدأ نقول تبدأ تعمل تحليل متخصصة اكتر لو اكتر من كده خلاص بنقول ان ما فيش مشكلة تاني حاجة نحب نعملها نعمل يعني نشوف فصيلة الدم ونعمل الRH لو الRH برضو بيكون ناجاتف او سالب بنشوف الزوج لو زيها خلاص ما بيبقاش فيه مشكلة لكن لو موجب بنبدأ برضو الدكتور بتاع الناسة بقى بيبدأ يدي توصياته بالحقنة او كده يبقى لبعد الولادة دي موضوع تالي بالزبط يبقى قلنا الانيميا قلنا لفاصيلة الدم تالت حاجة نحب نعمل بول بنحب في البول جدا في بداية الحملة ليه لان ساعات بتبقى بينزل بكتيريا في البول وهي ما بتبقاش حاسة فده برضو بيبقى نوع من لو سابته بتبدأ بقى ممكن يعني تكتشفه فجأة ان هي عندها مثلا التهابات في المسانة او التهابات في الكلا او كده بالضحيك تكتشفه بدري بدري عشان برضو الحياة بنعالج بالزبط من الحاجات الجديدة برضو الزريفة اللي حابة تكلم عنها بتكشف عن الامراض الوراثية او كده هو تحليل يعني نوع الجنين من عينة من دم الام فعلا ممكن نعرف كده بالزبط والله ده بدي مفاجأ نعرف نوع الجنين من من دم الام وكمان قبل الصنار فده بتبقى ميزة كويسة جدا او بالزبط يعني تحليل جديد او انا كنت رسلتها ده جديد حاجة جديدة تمام هو في ميزات كتير بس الميزة الاساسية والرئيسية ان في بعض الامراض الوراثية قد يختلف علاجها بمعرفة نوع الجنين وطبعا بدري قبل الصنار ايه كانوا زمان بيطاروا يستنوا الصنار لحد ما يحدد نوع الجنين ومكن الصنار ما يبينش تكون مثلا وضع البيبي وضع البيبي مش مظبوط وكانت تاخد العلاق حتى ذكر او انسة كانت تضطر تاخده من غير ما تاخد العلاج المتخصص لكن دلوقتي بقت خلاص يعني اصدحاك ان فيه علاج متخصص لو كان الجنين بنت او لو كان الجنين ولد بالزبط تمام بالزبط فاذا ده سهل كتير جدا في علاج بعض الامراض الوراثية وزي ما قلنا برضو لساعات بتبقى الست برضو عندها شغف انها تعرف تعرف نوع الجنين تقدر قدومه بالزبط فساعات الصنار ما بيبقاش مبين او يزيد ده كاترة تقولك انا بحبش اقول ده كاترة نسا فيعني ده برضو من الحاجات الكويسة الزريفة الجديدة ده كويس جدا حقيقا بالزبط بنحب برضو عند الاسبوع الحداشر للاسبوع التلاتاشر بيبقى فيه برضو تحليل كده او فيه اختبارات كشف دوري مبكر للامراض الوراثية بالزبط بنعمله برضو في الاسابيع قلنا في المرحلة الاولانية من الحمل بس ده بيحتاج معايا بعض بينات من الصنار بيش يا دكتور فاهميني امراض الوراثية المين للجنين بالزبط يعني انا ممكن اعرف اذا كان فيه نسبة خطر على الجنين من اول الحمل او لا بالزبط من الاسبوع الحداشر طب ده ممتاز ده جديد برضو لا مش جديد اوي يعني بقاله يعني هو مش قديم يعني بقاله مثلا حوالي عشر سنين كده ايو طب دي حاجة كويسة جدا من الامة التمن على الجنين بالزبط وده بيتعمل بالزبط كده تقريبا في الفترة قد ايه لا ما بياخدش وقت ما بياخدش ثلاث اربع تيام وتتسلم نتيجة لا انا قصد فترة الحمل يعني من الاسبوع الحداشر للتلاتاشر طب تمام بس ده بيحتاج معي صنار بيحتاج معي بعض البيانات من الصنار ايو بالزبط عشان تأكد لي ان البيبي ان شاء الله سليم او الجنين سليم بالزبط لكن لو ما قدرتش تعمل صنار ساعة بيبقى فيه نسبة سمنة وما بنقدرش نجيب بعض البيانات دي من الصنار فممكن تستنى للاسبوع العشرين وساعتها بتدخل في المرحلة التانية من الكشف الدوري المبكر ان احنا برضو نحب نشوف لها برضو بنرجع تاني بعد الاربع وعشرين اسبوع نعمل لها سكر عشان نكتشف هل فيه اي اصابة بسكر الحمل تاني حاجة نحب نعمل لها برضو الانيميا او فقر الدم برضو بعد الاربع وعشرين اسبوع تلات حاجة نحب برضو ناخد عينة من البول ونشوف هل فيه زلالة في البول ولا لأ ده برضو بيكشف عن خطر اصابة اللي هي السيدة الحامل بضغط الدم ده في الاسبوع اللي كان بقى تقريبا من الاربع وعشرين لتمانية عشرين يعني كده حقيقة استنتيهم المرحلتين مرحلتين ولا ثلاثة مرحلتين مرحلة الاولانية اللي هي بتعرف فيها اذا كان فيه انايميا او لا بالضبط والمرحلة التانية انايميا والفصيلة والضبط اللي تجد فيه انفكشن بالضبط هو النوع الجنين بها او الامراض الوراثية تمام النوع التاني المرحلة التانية اللي هي ان هي تشوف السكر والزلال وامراض وراثية وكمان بنحب ان هي تعمل الفيروس بي اه فيروس بي مهم جدا لان بت هو طبعا يعني لو بعد الشر فيه بيتنقل البيبي فمنحاول نعمل احتياطات يعني او دكتور النساء بيعمل احتياطاته في الولادة او ساعت بيحب يبقى عنده بعض توصيات مختلفة شوية تمام بس فده برضو من الحاجات اللي حب نعملها في الحمل يعني تمام بس حقيقة والاية في جئتيني بموضوع عن معرفة نوع الجنين ومعرفة اذا كان فيه خطر على الجنين او لا بدري بدري ده ممتاز ده الحقيقة يعني الدنيا بتتطور طيب حقيقة هنتكلم بقى على نوع ثالث من الناس المفروض برضو يعمله تحليل على طول اللي هو السكر مرض السكر بالضبط ده برضو حقيقة هتتكلمي في حالة ان هو ما جالوش المرض بس هيروح يحلل بالضبط للإتمقنان بالضبط تمام احنا ممكن نعرف يعني ممكن نطمن ان مش هيجي او هيجي سكر من خلال التحليل بالضبط طبعا ويهمني جدا ان هو ان هو واحد فعلا ما عندوش حاجة هو ما عندوش اي اعراض بالضبط ان هو ممكن يكون خايف من الوراثة ممكن يكون مثلا بالضبط في بعض التوصيات برضو احب بالضبط اهم حاجة ان هو يكون تخين ده ده مجرد ان هو بنحسب له حاجة اسمها الbody mass index ان هو يعدي ل 25 كيلو جرام بر سكور ميتر يعني 25 رقم كده معين الرقم ده يعني ده نسبة سمنة معينة النسبة ده وجودها بتخلينا لازم نقول او كل يعني نعمل كشف دوري مبكر للسكر ومعيها برضو بعض الحاجات التانية احب ان انا انوه عليها ان هي طبعا يكون ما بيتحركش كثير يعني شغله مثلا قاعد على طول مثلا على مكتبه الحركة بتاعته قليلة مش عارف ايه ما بيعملش اي نشاطات ده برضو نحب ده مع وجود زيادة في الوزن لو لو طبعا فيه اقارب من الدرجة الاولى او الدرجة التانية وراسة دي نسبة وراسة تمام بالضبط اه السيدات اللي هما جابوا بيبي كان كبير شوية وزنه كبير شوية زي 4.5 كيلو او كده ده برضو يعني من الكريتيريا او من ال هما نحب ان هما نعملهم كشف دوري مبكر للسكر لو كانت برضو سيدة عندها تكاييسات على المبايد او كده برضو نحب نعمل لها لو كان هو اصلا بيعاني من زيادة في الدهون الثلاثية ده برضو نحب ان هو يعمل دايما كشف دوري مبكر سنوي يبقى كده اذا كان فيه سكر برضو بيبقى صايم وفاطر يا دكتورة نفس النظام بتاع المريض السكر العادي بالضبط بحل الاثنين بالضبط صايم وفاطر وبنبدأ نشوف هل فيه نسبة خطر ولا لا وهو بيقوله دكتورة تحليل كده لما بيروح ان انا مش عندي بس عايز اعرف بزبط ولا مش بتفرق ان هو يعني راح يحلل السكر وخلاص عايز صايم وفاطر طبعا بس هو طبعا وجود دكتورة تحليل بيبقى عارف التوصيات بيفهم بيوضح له اكتر النقط ويقوله يعني نسبة الخطر قد ايه زي ما قلنا هو برضو مش هيقدر يعني مش هيعرف ولا يعني ما عندهش دراية كافية بالتوصيات العالمية العالمية جديد بالزبط تمام طيب يا دكتورة الاختبارات دي هتفيدنا في ايه بقى في حياتنا يعني لو احنا اهتمينا بالكلام ده ممكن يأثر على حياتنا في ايه يعني هيخلينا دايما احنا اتكشفنا الدوري المبكر ده زي ما قلنا بيقلل خطر الاصابة بيحد من اصابة بالمرض هي لو كانت المرض ده ساعت بتكون اعراضه مؤلمة ساعت بقدرش بيكون العلاج في كل الامراض بقى هيفيدنا ولا في امراض معينة مش هيفيدنا اه لا مش في كل الامراض هيفيدنا ده سؤالك ده سؤالي معلش اه لا هو الفكرة في ايه ان في بعض ساعات التحليل او في بعض حاجات يقولك الكشف الدوري مثلا عن مرض الالزهايمر طب ما هو انا مرض الالزهايمر ده مثلا مرض ملوش علاج بالزبط بالزبط فايزا يعني لازم يكون عشان اعمل حاجة لها كشف دوري لازم يكون المرض ده موجود في المجتمع يعني ما ينفعش مثلا ادور على مرض مش موجود في المجتمع المصري يعني حاجة مثلا بتصيب يعني اشخاص في بلد تانية مش ملناش دعوة بيا خالص فساعتها انا هكشف عليها ليه صحيح او يكون المرض له علاج يعني لازم ان انا الاقي علاج للمرض بتاعي ده عشان لما اكتشفه الحق اعالجه لكن لو ملوش علاج فهي بيبقى بس مجرد حاجة هتضيقني انا او هتعمل هقلق بس على الفاضي بالزبط طب نطلع فاصل ونرجع علي يتفضل حالك نطلع فاصل اهلا وسهلا ديكو مرة تانية دي صور معمل طيبة كانت معنا وفي عرض دكتورة مقدمة اه ان شاء الله ينزلوك عالشاشة اه لو حابين تتابعوه والارقام عندكم عالشاشة برضو ارقام معمل طيبة الارقام بتخص جميع الفروع اه حقيقة كنتي منورانا النهاردة يا دكتورة وكننا محضرين اسئلة تانية ان شاء الله نشوف حضرتك تاني في لقاءات تانية ونكمل باقي الأسئلة اللي مستمع النهاشة ان شاء الله بإذن الله نشكرين جدا لحظتك شكرا لكم ونشوف الجمعة الجاية بإذن الله شكرا شكرا لكم